أهلا بكم ماذا تفعل عندما تصادف كلمات جديدة؟ عندما تقرأ شيئا بالغة الإنجليزية لا تبحث عن معنى كل عبارة أو كلمة وإلا ستصاب بالملال بسرعة You will soon get fed up Only look up something that is really important for understanding the text ابحث فقط عن الأشياء والكلمات المهمة لفهم النص When you have finished reading, look back at what you have read and then perhaps look up some extra words and write down new expressions that interest you that you don't know It's sometimes possible to guess the meaning of a word you don't know before you look up or ask its meaning عندما تقرأ وتسمع اللغة الإنجليزية بعض الأحيان بالإمكان أن تخمن معنى الكلمة التي لا تعرفها دون البحث عنها في قاموس أو السؤال عنها Guess هو يخمن Guess Decide first what part of speech the word is and then look for clues in its context or form قرر أولاً ما هو جزء الكلام الذي تنتميه له الكلمة Part of speech يعني هل هي فعل أو اسم أو صفة غير ذلك عند ذلك ابحث عن أذلة Clues التي تساعدك أدلة من الصياق أو من شكل الكلمة Clues in its context or form Context نقصد به الكلمات التي تحيط بذلك الكلمة التي لا تعرف معناها أو أي كلمة أخرى Before you're سننظر الآن إلى مثال إلى نص وسنرى بأنه من الممكن معرفة الكلمات فقط انطلاقاً من الصياق Before you read the text below Check whether you know what the underlined words mean قبل أن نقرأ هذا النص قبل أن نقرأ هذا النص هاول أن تنظر إلى الكلمات التي تحتها السطر Underlined words هل تعرف معناها أم لا تعرفه إن لم تكن تعرف معناها يمكنك أن تعرفه فقط من طريقة كتابتها شكلها أو الصياق الذي وقعت فيه A tortoise tortoise هي السلحفات A tortoise is a shelled reptile famed for its slowness and longevity كما تلاحظون في كلمة longevity هنا تعني طول العمر وسلونس البطء سلونس جاءت من slow بطيء سلونس بطء ولونجيفيتي جاءت من long طويل لونجيفيتي فقط إن كنت تعرف كلمة tortoise التي تعني سلحفات فهذا سيغطيك إمكانية للتعرف على معاني الكلمات الأخرى فالتورتوس is a shelled reptile فهي reptile حيوان زاحف shelled لديها هيكل صلب هيكل خارجي فshelled تعني صدفة أو ترس السلحفات هي هيكل صلب famed famed جاءت من fame التي تعني شهرة فهي famed for its slowness مشهورة ببطئها ولونجيفيتي طول عمرها The giant tortoise of the Galapagos may attain over 1.5 meters in length and have a life span of more than 150 years هذه الكلمة كذلك واضحة لأنها تتكون من life والتي تعني الحياة وspan كل يعني فترة حياة أو عمر life span يعني عمرها أو فترة حياتها تمتد لأكثر من 150 سنة Smaller tortoises from southern Europe and north Africa make popular pets They need to be tended carefully in cool climates and must have a warm place in which they can hibernate هذه الكلمة كذلك من السهل أتعرف على معنى انطلاقا من الصياق They need to be tended يعني يتحتاج إلى أن يعتنى بها هذه السلحفات أن يعتنى بها بشكل بعناية carefully in cool climates في المناخات الباردة cool climates and must have a warm place in which they can hibernate ويجب أن يكون لديها مكان ذافئ لكي تقضي فيه فصل الشتاء hibernate hibernate هي السوء يقوم بالسبات لقضاء الفصل الشتاء وهذا عملية تقوم بها الكثير من الحيوانات مثل الدباب القطبية ومثل الحلزون which of the marked words can you perhaps guess from the context or from the way the word is formed guess and then check whether you were correct by using a dictionary some words are impossible to guess from context or the structure of the word in such cases ask someone or go to a dictionary for help إلى اللقاء في درسنا حق